فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية تقدم معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله في فضل العرب وأن لهم الكمال في دينهم وأخلاقهم وأنه خرج عن هذا الكمال قسمان إما كافر من الهود والنصارى أو غيرهم من العجم الذين لم يدخلوا في هذا الدين ثم قال رحمه الله فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لهم وبمخالفة من سواهم إما لمعصيته وإما لنقيصته وإما لأنه مظنة نقيصة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما بين الشيخ رحمه الله فضل جنس العرب على غيرهم من أمم الأرض وبيّن الأسباب التي بها نالوا هذا الفضل وفي مقدمتها الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي انتشى لهم من هذه الذلة كما قال تعالى واذكروا إذ كنتم واذكروا إذ أنتم قليل مستلعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ذكرهم الله بهذا كانوا مستلعفين يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم من الأمم ولهذا كانوا تابعين إما للفرس وإما للروم في الجاهلية فلما جاء الإسلام كون منهم أمة عظيمة دخلت تحتها دولة الفرس ودولة الروم هذا هو الإسلام الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي نال به العرب عزهم ومكانتهم في العالم فما داموا متمسكين به فإنهم سيبقون على كرامتهم وإذا تخلوا عنه تخل الله عنهم ورجعوا إلى ذلتهم ومهانتهم كما يقال التاريخ يعيد نفسه فيعودون إلى ذلتهم ومهانتهم كما هو الواقع الآن من حال الكثير من العرب أنهم صاروا أذلة وساروا مستضعفين لأنهم تركوا هذا الدين وظنوا أن العزة باتباع فارس والروم والدول الكافرة فلذلك ضاعوا بين أهل الأرض وصاروا يسمعون بالعالم الثالث بالعالم الثالث المتخلف وصار ينظر إليهم نظرة ذل وهوان لماذا؟ لأنهم تركوا العزة الذي أورثه الله لهم وطلبوا العزة من غيره فأذلهم الله سبحانه وتعالى ومن كان فيه مخالفة لهذا الدين فإنه يحصل فيه نقص بحسب هذه المخالفة فإن كان فيه كفر وردة فإنه يكون ذليلا حقيرا مهينا في حياته وبعد موته وإن كان عاصيا دون الردة فإنه يكون فيه ذلة ومهانة بقدر معصيته كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ترجمة نانسي قنقر